بديك ما تلعبش دور الله عز وجل هل تلعب شيء ليس لك هذا دور لله الله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفونوا الله قال في صوت الحج قال هيك المؤمنين واليهود والنصارى والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم يوم القيارة مش أنت لتفصل وانتبع على فكرة قل هذه قاعدة يا أخواني حين تتحدثون عن الله تبارك وتعالى صدقني يمكن أن تتحدث عن الله ويمكن أن تتحدث حتى بلسان الله قال الله تعالى طبعا قرآن بس انتبه دائما تحدث كما تحدث القرآن تحدث حديث القاعدة مش حديث التفصيل وحديث التطبيق يعني كيف يعني لو قلت الكفار في جهنم وكل من كفر في جهنم أنت صادق مئة في المئة ولا يستطيع إنسان عاق يرد عليك كلمة واحدة بس الآن هل هذا العبد الفلاني اللي هو مسيح يهود يبوذ كذا هل هذا هو الكافر اللي الله قال عنه كافر هل هذا عند الله هو الكافر اللي يدخلش يجهنم الله أعلم مش بحاجة مني ممكن تكون المسألة أسهل علي لو هذا غير المسلم أجا وقال لي أقنعوني بالإسلام تدعونا أنه دينه الحق والدين الخاتم جبنانه عالم فهمان مليان علم وتكلم معاه بلغة علمية متينة جدا وأفحمه بحيث أنه قال قال الشهادة أن كلامك كله مقنع تماما وليس عندي عنه جواب ما من جواب لدي كلامك مقنع طب هيا دخل في الدين يقول لا لو دخلت في الدين بفقد مصالحي بفقد بعض الشهوات يغضب علي زوجتي يغضب علي قومي لا أريد هذا كفر هذا كفر بالحق إذ جاءه هذا كفر بالإيمان هاي الكافر تبين هنا قاعدنا نطبق انت هنا تقول هذا بحسب حاله الأرجح لو مات على هذا يكون هلك الأرجح لكن يبقى أمره إلى الله ليه ما عرفني أنا ممكن هذا الرجل في عنده عقدة نفسية أو عقلية تجعله معذور عند الله ملتاف في الداخل من يعلم مننا إيش داخل هذا تعرف أكبر رغز هذا هو أكبر نحن الآن نتكلم وبنتشوف هنا نتباصل وبنسمع بعضنا والله العظيم كل واحد في البطيخ هذا عنده شيء عالم لا أعلموا إلا الله فهل البطيخ هذه فيها عقد وفيها ظلام وفيها نور وفيها مشاكل يعني الآن وأنا بتتكلم هيك ممكن واحد شخص كل كلامي هذا ما سمعوش ومغيوض من كربطة يفكر فيه الكربطة الصفر ايش تعمله هذا مسكين هذا هو أنت بتتكلم فلسف وعلم دين ولا على باله واحد تاني قاعد هذا اللي بيطلع في روتان روتاني وليد بن طلال بحطه فلوس صار عنده فلس كثير ولا ما عنده فلوس يلا أنا مريض مريض مسكين البشرة كذا أنا أفهم هذا عيش هذا بحاول أفهم هذا دائما في حياتي ولذلك لذلك منظورك بكون أوسع وأكثر مرونة بتقول دع الخلق للخالق كل واحد وبطيخ تحر ما أحد يعرفها إلا الله اجدخلنا أنا ما كيف يفتر بعلش فيها الله لحيطلع كل شيء فيها وقال لك يوم ويتبلع السرائر حيطلع كل شيء في الدنيا لا تبلع السراية ولا تبلع لا تبلع ما أحد يعرف بشوفه انت وبتباكى وكذا مش عارف حقيقته انت مش عارف سريرته ويعطيك من طرف اللسان حلاوة والله قال فلم الصحيح ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله قال لك فينا الزهيب ويقول لك والله العظيم أنا كذا كذا ومحب لكم وبكتك وقسم بالله الله قال لك كذاب مش أنت اللي بتعرف الله اللي بيعرف قال لك وهو ألد الخصام هذا الدنيا فعشان هيك خلي مقاربتك كما قلت لك واسعة كيف واسعة اعتمد الحديث عن الله وبلسان النص قاعديا القاعدة هيك هيك التطبيق ما ليش علاقة به التطبيق على مين على الله هيك بتفهم القرآن لأنه القرآن بطلع متناقض إذا لم تفهموا بهذا الطريقة بطلع متناقضا كيف متناقضا طبعا في آيات بيقول لك الكافر راح في ستين ده الكافر في جهنم الكافر كذا وفيات بيقول لك لا إلي أهدو والنصارى والمجوس والذين أشرق وانتبه الله اللي بيفصل بينهم تقول لي فصل ايه بقى الحكاية واضحة مش واضحة من كانك واضحة على مستوى القاعدة الأمور ايه واضحة على مستوى التطبيق مش واضحة بالمرة معقدة وبدها قضاء عادل لا يخدر عليه إلا رب العدل لا إله إلاه والله العظيم أنا أقول لك لو الآن يخيرني الله يقول لي يا عبدي هل أنت ترغب أن يحاسبك محمد حبيبك ونبيك اللي بتعشي أقول له لا أعوذ بالله لا أرغب أن يحاسبني محمد محمد لا 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 طبعا من باب أو لا ولا أبوي ولا أمي طبعا قولك ولا أنا أحاسب نفسي كمان لا أنت بس تحاسبني يا رب لأنك أنت أعلم به حتى من نفسي يمكن أنا معذولش حالي يمكن أنا أقولك لا العدل بصراحة أن أواخذ بهذا الدم أنت تقول لي لا أنت ترى هذا بس أنا يا عبدي أنا عارف إيش أساس عقدك اللي خلنك ضعيف في هذا الموقف وتصرفت إيك أنا عارف أنت ما بتعرف اذهب غفرته لك هقوله أنت وحدك لاتحاسبني لذلك دعوا مال الله لله يا ريت يتعلم أهل الدين هذا الشيء والبشر وكل مسلم تقي كل واحد ولي وعارب بالله دعوا مال الله لله لا تتدخلوا فيه وتكلموا على مستوى القاعدة تكلموا على مستوى هيئة القاعدة طولنا عليكم نرجع وقدنا نائم ننتهي إن شاء الله بقي قضية الانقراض الحيوي